اشتركوا في القناة قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسا وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هبديه لدنك ذرية قيبة إنك سميع الدعاء فناذته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقذ قال كذلك الله يفعل ما يشاء أسبق السؤال الثاني أقرأ من قول الله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا واجعلنا الأنهار تجري من تحتهم واجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرقاس فلمسوه بأيديهم لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدْ استُوزِئَ بِرْسُلٍ مِّنْ قَبْدِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ الشؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى إن من نسيء زيادة في الكفر إن من نسيء زيادة في الكفر يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَذِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَادِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلَ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَسْتَبِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَغُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ لَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزم إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترواها وأيده بجنود لم ترواها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أسبوك السؤال الرابع أقرأ من قول الله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحساب ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مآب أسلو انتهت الأسلو ترجمة نانسي قنقر